تحياتي يا أصدقائي لعنة الإصابات تضرب منتخب سوريا هذه المرة واحد من أهم اللاعبين واللاعبين الأكثر موهبة والأكثر سرعة في المنتخب محمد الحلاق نجم فريق العهد اللبناني يصاب ويغيب عن بطولة كاس آسيا ايه لا اعتراض على حكمك يا رب والباب يفتح مرة أخرى لعودة عمر السومة إلى المنتخب حبايب القلب طبعا بداية يلي ما انو مشترك بالقناة ينزل يشترك ويدغط لايك وتعليقاتكم كتير مهمة اصابة محمد الحلاق طبعا للأسف هذا ما اكدوا الاتحاد السوري عبر صفحته وإدارة المنتخب اصابة محمد الحلاق سوف تبعده عن بطولة كاس آسيا محمد الحلاق لعب مهم محمد الحلاق هو واحد من أهم اللاعبين السوريين في العشر سنوات الأخيرة لعب يملك موهبة كبيرة جدا يعني كانت ممكن تكون بطولة آسيا فرصة تاريخية لإله لحتى يتطور على صعيد الأندية عم نشوفه صحيح يتقلق مع العهد اللبناني ويقود فريق العهد اللبناني إلى الدور نصف النهائي في كاس اتحاد الآسيوي لكن يعني محمد الحلاق بعرفه منيح وعشت معه منيح لهذا اللاعب بعرف موهبته الحقيقية لاعب يا شباب كتير كبير وخسارة كبيرة عدم وجوده من المنتخب سوريا ببطولة كاس آسيا القادمة في قطر طبعا يعني هي الإصابة لمحمد الحلاق وضعت الكادر الفني وإدارة المنتخب وجمهور السوري في حالة ترقب كبير لماذا؟ لأن اسم عمر السومة عاد من جديد هذه المرة بعد إصابة محمد الحلاق إذا بتذكروا يا حبايب القلب وصيب أول مرة مارديك مارديكيان بعد الضيقتين نزل اتحاد كرة قدم استدعاء اللاعب علاء الدالي بداله وصيب اللاعب محمد عثمان أيضا بعد دقائق اتحاد الكرة أعلن أنه محمد العنز حيكون بداله الآن منذ صباح الباكر تم الإعلان فقط عن إصابة محمد الحلاق ولم يعلن عن اللاعب البديل لماذا يا حبايب القلب؟ لأن هناك في اتحاد كرة القدم من يعمل الآن على أن يجلب عمر السومة للمنتخب وأن يحاول إيجاد حل معين بين هكتر كوبر وعمر السومة لأنه عمر خريبين مصاب عمر خريبين لم يتمرن مع الفريق في التدريبات الجماعية لم يتمرن مع المنتخب في التدريبات التكتيكية عمر خريبين ربما لن يكون جاهز لأول مباراة في أوزبكستان ونأمل أن يكون جاهز وبالتالي يعني أصبح المنتخب بحاجة عمر السومة يعني هون هون إذا بنا نحكي فنيا أنت ما عندك مهاجمين على أدالي وبابلو ويعقوب فقط عمر خريبين معنه جاهز 100% يكون معنه بالفت يعني 100% أول مباراة وبالتالي أصبح كوبر مضطر على مهاجم من هو المهاجم؟ عمر السومة هلأ نحن أمام خيارين الخيار الأول هل سوف يقبل هكتور كوبر بأن يكون عمر السومة طيب؟ منهم الوسطاء إن كان نائب رئيس الاتحاد إن كان رئيس الاتحاد أو كان رئيس الاتحاد الرياضي العام والأشخاص اللي بلشت تحكي هلأ بالنوضوع كانوا سطاء لعودة عمر السومة هل سيقبل عمر السومة؟ الآن يلعب عمر السومة في هذه اللحظات وأنا وسجل الفيديو من مباراة نهائي كأس وبالتالي ممكن المفاوضات مع عمر السومة تكون اليوم بالليل وبكرة الصباح يعني ممكن يتم الإعلان عن عودة عمر السومة للمنتخب اليوم بالليل وممكن بكرة الصباح وممكن ما يتم الوصول إلى اتفاق بين كل هاي الأطراف لكن يعني طول فترة غياب الاسم المصدعى الجديد تثير الشكوك وهذا الشي اللي يعمل اسم عن المعلومات يعني تثير أنه تثير الوضع بشكل عام أنه السومة ممكن يرجع للمنتخب مثل ما حكينا في ثلاث أطراف تلعب في هذا الموضوع موافقة هكتور كوبر رغبة عمر السومة بوجوده بأن يلعب بقطر بطولة كاساسية ربما تكون الأخيرة ومصالحة الجمهور السوري وفي قسم كتير كبير من الجمهور السوري يرغب بمشاهدة عمر السومة في هاي البطولة إصابة الحلاق ومارديك وحاليا عمر الخريبين ما نجاهز وبالتالي فنين أنت بحاجة لمهاجم اللي هو عمر السومة هل سيقبل عمر السومة بأن يكون ربما اللاعب البديل ربما اللاعب اللي يشارك في الشوته الثاني يعني هون بقى يعني تدخل الأمور في حيز المفاوضات وأنه بيقبل ولا ما بيقبل بيقبل كوبر ولا ما بيقبل يعني هون نحن بقى الضغوطات بتبلش تشتغل نحن في انتظار اللاعب البديل على كل حال كل توفيق لكل من سوف يأتي بدل أنه محمد الحلاق بقول مرة تانية سلامات محمد الحلاق للأسف رح يغيب عن بطولة كتير مهمة لأله وكانت على الصعيد الشخصي ورح نخسر اللاعب مهم لأن عمر السومة رجعته على المنتخب ربما تكون يعني الحافز الإيجابي للجميع ويخلق الروح مرة ثانية بالناس اللي زعلت على غياب السومة وفنيا منتخب سوريا أنا برأيي بحاجة عمر السومة أصدقائي تعليقاتكم كتير مهمة منتخب سوريا رح يسافر بكرة على قطر وربما يتم يعني الانتظار حتى الغد مثل ما حكينا ربما يلتقي عمر السومة مع كوبر في قطر غدا بعد وجود بعد سفر كوبر منتخب سوريا إلى قطر ينتظرون إلى الغد ثم يعلنون عن اسم اللاعب لكن نحن لا ندري يعني مثلنا مثلكم عم نسمع هاي الأخبار لكن بالنهاية نتمنى أن يتم الوصول إلى حل لمصلحة منتخب سوريا ومنتخب سوريا فوق الجميع فوق كوبر فوق السومة فوق أي لاعب كلنا بانتظار أيضا مباراة ماليزيا الودية القادمة التي أيضا ما رح تكون منخولة تلفزيونيا وأكيد يعني حنتابع شوية أخبار عبر المواقع الأجنبية مثل ما زودتكم بالفيديو السابق صديقي وعزيزي المتابع بدي تكتب لي بالتعليقات هل أنت مع عودة السومة إلى المنتخب نعم أو لا والسبب بي بي